أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يا من له عن سر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون صدق الله العلي العظيم بدأنا هذه السورة المباركة سورة يونس من أوائل شهر رمضان وكان المحتوى محتوى هذه السورة التركيز على أمور عديدة منها التركيز على ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبيره لشؤون الكون والإنسان وأيضا التوجه إلى قضية النبوة والتوجه إلى قضية المعاد هذه الأركان المهمة في العقيدة الإسلامية الآن في هذه الآيات التي تلوناها أيضا إشارة لتهمة قبيحة من دون دليل أو برهان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى القرآن شنو التهمة؟ التهمة هي التكذيب عادة المفلسون من الناحية الفكرية ومن الناحية العلمية هؤلاء يتوسلون بالتكذيب ما عند علم ما عند ثقافة ما عند توجه علمي يكذب الحقائق هذه عادة كل المكذبين طيلة التاريخ افتراه يعني كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعياذ بالله أنت افتريت هذا الكتاب يعني خلقته من عندك بالزور وبالكذب وبالافتراء الافتراء أن يدعي إنسان شيئا ليس من حقه هذا يسموه افتراء طيب الافتراء مرة يأتي بشكل استفهام طبعا ما يسمى افتراء يسمى استفهام يعني أنا ما أعرف شيء أروح عند الذي يعرف ذلك الشيء أستفهمه يعني أطلب منه الفهم أطلب منه العلم أستعلمه هذا جدا جيد في كل شؤون حياتنا إحنا نستفهم دائما اللي ما يعرف شيء يسأل من الذي يعرف المريض الذي يريد أن يعالج نفسه يسأل الطبيب الذي يريد أن يبني بنايا يسأل المهندس وهكذا وفي السوق وحتى في التعامل الأسري أيضا يريد يزوج ابنه يريد يزوج بنته يسأل من أقرباء تلك البنت من أقرباء إلى ذلك الولد يحقق يستفهم هذا ديدن العقلاء وديدن العلماء وديدن الذين يفهمون ويعلمون أما في المقابل أكناس هؤلاء فقط شأنهم التكذيب وتهمة الإفتراء المشركون في زمن رسول الله أغلبيتهم كانت حججهم واهية ما عندهم براهين واستدلال ودليل وبرهان فإما يتهمونه بالسحر والعياذ بالله وإما واحد يخجل يقول هالأشياء ولكن كان في القرآن لم يوجود وإما يتهمونه بالسحر وإما يتهمونه بالجنون والعياذ بالله أو غاية ما هناك يقول هذا القرآن مموحي يعني يعتقد بأن هناك وحي يعتقد بأن هناك رب يوحي لأنبيائه سامع أن هناك موسى وعيسى عليهما السلام إبراهيم سامعين المشركين في الشي في الشي مختصر سامعين لأنهما ما كانوا علماءها يعني ما كانوا مثقفين أنا مرة قرأت في كتاب حول تاريخ ما قبل الإسلام الذين كانوا يقرؤون ويكتبون في زمن رسول الله في مكة سبع وطعش نفر فقط فالذي لا يقرأ ولا يكتب ولا يجلس مع العلماء ما يفهم شيء أم جاهلة كانت متوحشة ما يفهمون شيء فعندما بزغ نور البعثة النبوية لنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأتى بالقرآن العظيم حقيقة عظيم معجزة هؤلاء ما يفهمون من جهلهم وعنادهم وعدم تمعنهم وعدم تعقلهم قالوا هذا افتراء افتراء يعني أنت نسبت هذا إلى الله يعني كانوا يعتقدون بأنه أكو الله خالق الوجود خالق الكون ويعتقدون أن أنبياء سلفوا أتوا وذهبوا سامعين شيء ولكن أنت يا محمد صلى الله على محمد وآله محمد أنت تكذب هكذا يقولون أنت تفتري طيب هذا الافتراء قضية كبيرة يعني شنو الدليل على أنه هذا مو مفترى بس إحنا إذا سألونا إذا نريد نعلم أولادنا ولازم نعلمهم لازم نعتني بهم اليوم كان قاعد مع أحد الشباب كنت أقول كان الله رازق ولدين يدير بالك اقعد مع أولادك ربيهم ثقفهم صير صديق إياهم حتى تعطيهم المعرفة الدينية في هذا الجو المتلاطم من الأفكار الباطلة فواحد إذا يريد يعلم أولاده بأي دليل أن نبوة الرسول صحيحة بأي دليل الآن واحد إذا سألنا بأي دليل كل شخص يدعي النبوة النبوة يعني شنو يعني الاتصال بالواحي بالسماء بالله سبحانه وتعالى هذا معنى النبوة كل أحد يدعي عليه أن يثبت ذلك بأي شيء يثبت بالمعجزة وإلا كل واحد يجي كثيرون الدعوة والنبوة يقولون في واحد واحد قال لي ليش ما تجيب قصص في تفسير يلتخل قصص ما تجي هش كلا لازم قصص قرآنية ما يقال واحد كان يدعي أنه نبي فانتشر خباره في البلد فاعتق له جابوا عند الحاكم الحاكم قال لي أنت مدعي النبوة قال إيه قال ما النبوة انتهت بالرسول هو خاتم الأنبياء أنت شلون تدعي قال أنا أدعي النبوة عندك معجزة لا معجزتي أنه أنت راح تحلم وتشوف رؤية الليلة أنه أنا نبي هذا الشيء الذي تداول هذه الأيام بين بعض الأفكار الباطلة التي يمكن سامعيها بالإيحاء بالتلقين لهذا الحاكم أوحى إليه يعني صار عنده نوع من التركيز قال لك تريد تعدمني اعدمني بس باشر اعدمني قال شنو الفرق قال الليلة تشوف رؤية أنه أنا نبي هذا قال الحاكم قال ما يخالف نصبر للصبح بس من خلك تروح للبيض لأن تشرد أنت تروح في غرفة في القصر الملكي هناك تسكن نطيك هماتش لوكباب ما يخالف بس تبقى للصبح صبح تعالي شوف أنا شفت رؤية أو لا هذا رح قعد بالغرفة ونام ورتاح وأكل الصبح جابوه عند الملك أو عند الحاكم وبالفعل كان الشيطان يدخل هناك قال لها شوف الحاكم قال لها شوف أنا شفت رؤية وما قتلك ما عدمك بس روح لا أشوفك ولا تشوف روح من هناك بالباب كان يطلع الحارس للملك أو الحاكم قال لها شعال أنا أخو أعرفك أنت منه من الأفراد الفاسدين في البلد تريد تجمع فلوس بهد الدعاء والنبوة ندري بك كيف خليت هذا يشوف حلم أو رؤية قال هذا فن لا يفهمه أمثالك أيها الأحمق هذا فن فن التلقين فن الإيحاء الآن هاي الأفكار الباطلة اللي طال على هالأيام ما أجب أسماء أصدر أأنف وأستنكف أن أجيب أسماء هذا يدعي النبوة وذاك يدعي الإمام وذاك يدعي أنا من أولاد الإمام الحجة وذاك يدعي أنا أخ الإمام وحد طالع في إيران يدعي أنه زوجة الإمام وهذه الأمور دكاكين هذول الشي يسوون إيحاء يسوون أنت رح تشوف رؤية وبالفعل يشوف رؤية بالإيحاء يشوف رؤية هاي لعني بالليل يفكر يفكر إلى أن يشوف رؤية رؤية باطلة هذه مو رؤية هذه أضغاث أحلام نرجع إلى كلامنا فالذي يدعي النبوة يلزم عليه أن يأتي بحجة الحجة شنو معجزة طيب إذا جاب معجزة وهي مو معجزة سحر شنسوي التفتوا هذه أمور حقائدية إذا جاب في شيء خارق للعادة والآن يجيبون بعض الأشياء بعض المرتاضين يجيبون هالشياء بالشعبذة بالسحر بهالأشياء شنون نفرق الجواب شنو الجواب أن الله العادل الحكيم المدبر لأمورنا حتما يبطله حتى يتم الحجة على الناس أكرر واحد جاي يدعي أنه نبي صح وجاب في شيء يشبه المعجزة كرامة ما أدري سحر شعوذة الله يبطله لأن إذا ما أبطله الناس يكونون في ضلال طيب سنرجع إلى موضوعنا المشركون ادعوا أن هذا القرآن افتراء يعني الرسول جلس مع بعض القساوسة مع بعض الفرس مع بعض الروم وبعض علماء اليهود علماء النصار أي شكل كانوا يقولون يقتبس منه أشياء وكتب هذا الكتاب الآن الآن يقولون حتى الآن بعض العلمانيين يقولون هذا من كتابة النبي الجواب شنو الجواب فأت بسورة مثله إذا هو من كتابة رجل عادي والنبي رجل كالرجال وشخص كالأشخاص في مكة وقدر أن يكتب هذا الكتاب أنتم جيبوا ليس كل القرآن جيبوا سورة وحدة في بعض السور القرآنية موجودة فأتوا بمثله في بعض السور فأتوا بعشر سور هنا يقول سورة وحدة سورة إنها أنزلناه في ليلة القادر سورة قل هو الله أحد سورة والعاصر جيبوا مثله فتبطل نبوة النبي لأن مثله جايبين واستظهروا من شئتم استظهروا يعني جيبوا تعاون من كل الجن والإنس كل الأدباء إذا اجتمعوا كل البلغاء اجتمعوا من كل اللغات من كل الأمم ليأتوا بسورة مثل هذا القرآن ما يستطيعون وبالفعل صارت نها في أيام الإمام الصادق صلوات الله عليه بعض الزنادق يسموه جمعوا زنديق زنديق يعني ما يعترف لا بالله لا بالآخرة لا بالوحي لا بالنبوة لا بالإمامة هذا يسموه زنديق ظهرت ظاهرة الزندقة في أيام الإمام الصادق يعني الآن لتستوحشوا أنه أكو حالة من الإلحاد حالة من الشرك حالة من الزندقة هذا عادي أيام الأنبياء أمشانت على أيام الأئمة وكانوا يجيون بالمسجد النبو ويجتمعون اللطيفة هذه يجيون 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 أسماءهم معروفين في التاريخ فقالوا خلنجتمع نجيب آية أو سورة أو بعض السور صفحة واحدة من القرآن هم أيام النبي صارت هم أيام الإمام الصادق كل واحد تكفل أنه إلى سنة ثانية يجيب في السورة بعد سنة اجتمعوا في المسجد كل واحد سأل الثاني شنو صار قال ما قدر نجيب هذا كلام لا يشبه كلام الآدميين طيب من أي ناحية لا يشبه الآن شوفوا الجواب بعض العلماء يقولون من ناحية البلاغة والفصاحة هذا جزي كلام جيد لأن العرب كانوا بلغاء وفصحاء ما قدروا يجيون مثل آية أو سورة مثل هذا القرآن هذا الصحية بس الجواب الأوفى والأشمل هو أنه كل هذه المجموعة من المعارف الدينية الموجودة في هذا القرآن من الأحكام والشرائع والتنبؤات وقصص العلماء والأخلاق كل كل هذه المجموعة مع البلاغة والفصاحة ما يقدروا واحد يجيب مثله هذا أفضل جواب طيب هذا الاحتجاج صار كانوا يقولون القرآن يقول هذا من جهلكم ولما يعلموا ولما ولما يأتهم تأويله شنو معنا لما يأتهم تأويله يعني الإنسان الذي يطرح عليه فكرة التفتوا يطرح تطرح عليه فكرة عقيدة لازم يفكر في تفاصيل هذه العقيدة هل هذه التفاصيل عقلية عقلائية العقول والفطر السليمة تقبله أولا كل عاقل كل إنسان مثقف إذا تطرح عليه فكرة يقول لازم أدرس الموضوع أشوف صحيح أو لا مرأسا يكذب مرأسا يفتري نقرأ الآيات ونشرحها كلمة كلمة إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ما كان أن يفترى يعني ما يصير يفترى مرة تقول هذا ليس بمفترى جيد مرة تقول أصلا ما يصير يفترى يعني شنو ما يصير يفترى يعني معجزة بتقدروا نجيبون مثله وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله يعني من دون أن الله ينزله على رسوله المصطفى ولكن تصديق الذي بين يديه أنتم إذا تشكون في هذا القرآن فكيف بالتوراة وكيف بالإنجيل وكيف بصحف إبراهيم والذي نزل على نوح وهكذا الأنبياء السابقين هذا القرآن تصديق ما جاء قبله إذن أنا في الملحوظة مهمة وهي أنه أفضل دليل على أن الإسلام والقرآن ونبوة النبي إضافة على أن القرآن معجزة إضافة على ذلك أن كل الأنبياء شيء واحد حجم هنا أيضا أفتح فتقوسين حتما سامعين بالفلاسفة والعرفاء وما أشبه اللي يسموهم الأفكار البشرية الأفكار البشرية مطروحة من زمان قديم من أيام الأنبياء وبعدين انتقلت إلى اليونان من اليونان انتقلت للبلاد الإسلامية أيام هارون والأيام المأمون نشروا هذه الأفكار في البلاد الإسلامية ومع الأسف دخلت هذه الأفكار حتى في المعاهد الدينية سواء السنية أو الشيعية مع الأسف خب من باب أنه يقرون هالأشياء هذه يسموه الأفكار البشرية مقابل الأفكار الوحيانية وحيانية يعني شنو؟ يعني من الوحي من الله سبحانه وتعالى أفضل دليل على أن تلك الأفكار البشرية باطلة تدرون شنو؟ ثمن دليل عندي طبعاً اليوم في الدليل أقول لكم أنه ماكو أي فيلسوف يقول كما قال الفيلسوف الآخر كل واحد شكل يقول من باب المثال سامعين بيسم سقراط وسامعين بيسم أفلاطون سقراط يسموه أبو الفلسفة كان أستاذ أفلاطون أفلاطون درس عد سقراط هاي الأفكار اللي إجت من يونان أغلبها من أفكارهما ترجموها إلى اللغة العربية وبعدين إلى اللغة الفارسية والهندية وما أشبه بعد ما مات سقراط وأفلاطون صار زعيم الكرسي كما يقولون في الفلسفة كان يفند آراء أستاذه جيبوا نبي واحد يفند أفكار النبي السابق أصلاً كل ما قاله آدم قاله نوح كل ما قاله نوح قاله إبراهيم لذول المعروفين الآن نجيب أسمعهم كل ما قاله إبراهيم قال موسى كل ما قاله موسى قال عيسى كل ما قاله الأنبياء قاله محمد صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أن المنبع واحد أحسنت المنبع اللي يجي من الفكر هذا اليوم يقولون ايديولوجيا الفكر منين دا يجي دا يجي من الله مرة كالصحف إبراهيم مرة توراة مرة إنجيل مرة زبور داود مرة قرآن محمد صلى الله عليه مرة 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 كلهم يقولون شيء واحد كلهم ينادون بالتوحيد بعدالة الله بحكمة الله بربوبية الله هذه مهمة دائما أركز على هذه نحن تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى كلهم يقولون شيء واحد هسا أنت تقول أنه بعض الكتب حرفة تذاك بحث آخر حرفوا الإنجيل حرفوا التوراة تذاك بحث آخر بس الأصولة الأساسية واحدة نعم بعض الأحكام الفرعية فيها تدرج يعني مثلا صلاة اليهود كان مثلا أنا ما أدل شنو كان فرضا كان سبع ركعات نحن صلاة نسب وطعش ركعات مثلا وإلا كلهم كان عندهم حج كان عندهم صلاة كان عندهم زكاة كان عندهم أمر بالمعروف كان عندهم نهي كل الأحكام الأساسية في بعض الظروع للتدرج لأن الأمم السالفة كان عليهم بعض الطقوس هاي الطقوس ارتفعت في بعثة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم طيب معنى ذلك أن هذا الفكر اللي إحنا نجمعها نسميه شنو الإسلام الإسلام هو إسلام النبي إسلام موسى إسلام عيسى إسلام إبراهيم إلى آدم هذا منبع واحد فلذلك هو معجزة هذا أيضا دليل على أن هذا ليس من فعل الإنسان نرجع إلى الآية أم يقولون أم هنا يعني بل بل يقولون أم يأتي بمعنى بل بل يقولون عفوا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دول الله ولكن تصديق الذي بين يديه بين يديه يعني اللي كان قبله عيسى موسى توراة إنجيل صحف إبراهيم إذن إجت القرآن تصديق لها يعني ما جايب في شيء من عنده معنى ذلك الاستمرارية في النبوة الخط الرسالي دائما يروح إلى الله سبحانه وتعالى وتفصيل الكتاب هنا لشوية تفصيل أكو يعني القرآن كمل أكمل الفكر الإلهي التحفة الإلهية نحن نسميها أنا يعني أسميه هذه التحفة أفضل هدية من السماء بأيدينا ونحن منعير أهمية هذا الكتاب بعد ماكو مثله لأن بقية الكتب شوي حرفت لعبوا فيها الشيء الذي بقى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه أفضل هدية من السماء هذا القرآن تفصيل الكتاب يعني أكو في شيء اسمه كتاب اللي يشمل كتب جميع الأنبياء هذا تفصيله القرآن تفصيله لا ريب فيه أي ريب ما يجي بي من رب العالمين ليش ما يجي ريب ريب يعني شك ليش ما يصير شك الآية الثانية تثبت ذلك أم يقولون افتراه بل يعني بل يقولون افتراه يعني منها افتراه افتراه رسول الله كذبا وزورا قل يا رسول الله قل لهم فأتوا بسورة مثلك النبي ما درس عند أحد ويطلق عليه النبي الأمي يسأ الأمي إما نسبة إلى أم القرى يعني مكة والمعروف أنه مو أنه ما كان يعرف التفتوا نحن عندما نقول أن النبي لم يكن يكتب ولم يكن يقرأ مو معنى ما كان يعرفها هذا خطأ أن نقول النقص هذا بس الله منعه من الكتابة والقراءة حتى يصبح برهان أنه هذا لا يقرأ ولا يكتب ظاهرا وجابها القرآن اشلون يصير هذا جيبوا مثل سورة واحدة سورة العصر جيبوا مثلها مو بس أنتوا يا أهل مكة وادعوا من استطعتم من دون الله غير الله خلوا على كتل الله هو إجابة للقرآن غير الله ملائكة جين غرب شارق عرب عجم اجتمعوا جيبوا سورة مثلها عفوا إن كنتم صادقين إذا أنتم صادقين في هذا الافتراض جيبوا سورة مثلها وجلسوا واجتمعوا وعقدوا ندوات ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله إضافة على ذلك من خجلهم شالوا المعلقات السبع من جدار الكعبة أيضا سامعين بها في سوق عكاظ قريب مكة منطقة اسمها عكاظ كانوا يشكلون سوق سنوي هم للتجارة هم للترفيه وهم للمبارات يعني مسابقة يعني مسابقة مسابقة مو بتفوتوال طبعا بالشعر والأدب لطيفة خوشي كان يجيون كل البلغاء والفصحاء والشعراء والأدباء العرب يجتمعون هناك كل واحد سنة كاملة كان يجتهد حتى يجيب قصيدة واحدة قصيدة واحدة يجون يجتمعون في سوق عكاظ ويشترون يبيعون اجتماعات قعدات وإلى ما شابه ما نقول بعد التفاصيله كل واحد يقرأ القصيدة مالته سبعة من هذه القصائد كانت تفوق على بقية القصائد منو يحكم كان حكم هناك مو واحد واثنين اسماؤهم موجودة في التاريخ هذول حكام حكم ماذا لون المباراة لازم حكم به هذول يجون يختارون سبعة شي سووا يعلقوها على الكعبة يطل لخطات يكتبها سبعة قصائد متفوقة ممتازة يخلوها على الكعبة عندما نزل القرآن والبلغاء والفصحاء لم يستطيعوا أن يأتوا بسورة من مثله استهنان يقول سورة آية ما يقدرون يجيبهم من مثله قاموا شالوها المعلقات السبعة اعترافا منهم وخجلهم ثبت فليش يسوون هالشكل بل كذبوا حالة التكذيب فقط بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه هذا أفضل دليل على أن الإنسان يجب أن يذهب في كل ما يطرح عليه بعلمه يعني شنو يعني الآن كثير من الأفكار الباطلة انتشرت في أوساطنا وفي أوساط الغرب أيضا والشرق مطروحة بعد من قديم أمكان شنو أفضل طريقة العلم العلم من يجي من التعلم والتعقل يعني يفعل عقله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه بس النبي كان يقرأ قرآن يقوله نكذب يقول مجنون يقول ساحر هذا ما يصير لازم أنت اتفكر في هذه الآيات تقعد مع نفسك تفكر ولما يأتهم تأويله هذا ولما يأتهم تأويله من الجمل الصعبة في القرآن وصار فيه اختلاف بين المفسرين بعض المفسرين يقولون ولما يأتهم تأويله يعني ما يدرون تفاصيل الأفكار التي ذكرت في القرآن هذا تفسير التفسير الآخر أنه ولما يأتهم تأويله يوم القيامة يعني تهديد ما تدرون أنه وشنو راح يصير يوم القيامة يمكن التفسيران يكون صحيحين ولما يأتهم تأويله كذلك يعني مثل هذول المشركين كذب الذين من قبلهم يعني يا رسول الله لا تهتم ولا تغتم هذا الشيء كان في السابق أيام نوح نوح خطيئة هذه كلمة خطيئة حجت على لساني كلمة ملطيفة حقيقة كان عظيم نوح تسعمية وخمسين سنة يجتهد ويكافع ويعمل ويبلغ ويدعو ثمانين نفر يصيروا المؤمنين هذا يونس سلام الله عليه الذي نقرس السورة باسمه يونس منطقته كانوا مئة ألف نفر أو يزيدون شوية في القرآن أكو آية حوله في غير هذه السورة كم نفر اثنين فقط اثنين صاروا المؤمنين من مئة ألف نفر اثنين فقط يا رسول الله كذلك كذب الذين من قبلهم هذا ديدن الجهل ديدن المعاندين الضالين ديدنهم عادتهم تكذيب كذلك كذب الذين من قبلهم شنو صار نتجته فانظر أيها الإنسان انظر أيها النبي انظر أيها المشرك الذي تقرأ القرآن أو تسمع فانظر كيف كان عاقبة الظالمين هؤلاء ظلم الحقيقة وظلم العلم وظلم أنفسهم وظلم أجيالهم ونسلهم عاقبتهم شنو صار؟ دمار انتهوا وذهبوا فبالنتيجة خلاصة بحثنا شنو؟ أن هذا القرآن معجزة وباقية خالدة أشرت قبل كم ليلة أن بقية المعاجز للأنبياء مع احترامنا لمعاجزهم انتهت برحيلهم إلى الآخرة وين عصى موسى؟ حتى نشوف معجزته موجودة عند الإمام المهدي عجل الله فرجل أين التابوت؟ اللي كانوا بني إسرائيل يقدمونه في حروبهم أين قميص يوسف حتى تبرئ العميان أين أين أين؟ إلى آخرين كلها انتهت نحن نسمعها نقراها في القرآن ونعتقد بها أما المعجزة الباقية الخالدة هو قرآن محمد صلى الله عليه وآله أما الموعظة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يروى عنه أنه قال أوصاني ربي بتسعة خلق هاي أشياء موصي الله هذه المهمة يذكرها رسول الله حتى نتعلم أوصاني ربي بتسعة تسعة أشياء يعني أصعبها الأولى يستقراها أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية هاي المشكلة مشكلتنا نحن المؤمنين نحن العاملين هل نحن مخلصون في أعمالنا في السر والعلانية هاي المشكلة في العلانية ندعي الإخلاص في السر يعني بيني وبين ربي أنا مخلص أو لا أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية هاي أولا الثانية شنو والعدل في الرضا والغضب عادة الإنسان في الرضا عند عدالة أما عندما يغضب عندما يستولي الغضب عليه يطلع من طوره بعد عدالة ما يفهم يتجاوز على حقوق الآخرين هاي الثانية الثالث والقصد في الفقر والغنى كثير من المشاكل الاجتماعية والأسرية من عدم الاقتصاد قصد يعني اقتصاد يعني التدبير والمعيشة لازم يفكر راتب أشقيد فرضا ألف دينار مصرف أشقيد ألفين دينار ما يصير هذا ما يصير في الغنى أيضا يقتصد إذا هو فقير أو إنسان متوسط في الحالة الاقتصادية هو يجب يقتصد لا حتى في الغنى يقتصد بعد وأن أعفو عن من ظلمني فذاك أبي وأمي رسول الله وين هذا العفو الذي كان سابقا عند أجدادنا عند آبائنا عند النسل الذي ظهب الآن بأقل مشكلة يتعاركون مع بعض وين العفو وأن أعفو عن من ظلمني أعفو عنهم ولذلك كان رسول الله يقول يخاطب الله اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون يحب قومه وأعطي من حرمني يقول هذاك ما احترمني أنا ما احترمي ما أعطاني ما عزمني على المأدبة أنا ما أعزمني سامعين هذا الشيء أكو بين العوائل مع الأسف ليش ما أعزمني في العرس ما الابنة أنا ما أعزمني لا وأن أعطي من حرمني وأصل من قطعني تقول له تروح إلى أخوك أو إلى أختك تزورها يقول لا ليش لأنه هو ما يجي أنا ما أرى بالعكس النبي يقول أصل صلاة الرحم يعني من قطعني يعني صار قطع الرحم أنت روح وأن يكون صمتي فكرة يعني يوصيه الله سبحانه وتعالى بأنه كل شيء لا يحجي بعض الناس شايفين بالديوان كل حجي 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 نعم مربوط صمت شوي سكوت صمت ولكن الصمت فكري يصيب يعني يفكر في الآخرة يفكر في أعماله يفكر في حسنات يفكر في سيئاته يفكر في الكون يفكر في العلوم وصمتي وأن يكون صمتي فكرة وإذا أريد أتكلم ومنطقي ذكرة يعني أقول سبحان الله الحمد لله هذا معنى المعنى الآخر عندما أريد أتكلم أذكر الناس بالله بالآخرة بالحسنات بالأخلاق هذا معنى آخر ونظري عندما أنظر إلى الكون أذهب إلى البحر أركب طائرة أروح إلى الجبال نظري عبارة يعني أعتبر من النظر أخذ عبرة فداك أبي وأمي يا رسول الله اللهم اجعلنا من الذين يطبقون هذه الوصايا إن شاء الله اللهم أحسن عاقبتنا اللهم ارحم موتانا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب به تقر وتشهد يَا مَنْ لَهُ عَنَةِ الْوَدُونَ ترجمة نانسي قنقر